خليني أقولكو برضو الجديد في موضوع محمد عواد هتكلم برضو على أشرف بن شرقي وزيزون دول الصفقتين الجمهريتين الجمهير بتهتم بيهم بس هقولكو بس على قصة محمد عواد محمد عواد كنا احنا طول السنة بنتكلم ان عقده السنة دي اخر سنة وكان هو قبل كده في الزمالك السنتين ثلاثة اللي فاته كان عقده 15 مليون جنيه الفترة اللي فاتت الزمالك عرض على محمد عواد 8 مليون جنيه يعني نص عقده عشان يجدد يعني فعواد كان رافض وكان بيدور على عروض وكلام ده اليومين اللي فاته دول بدأ التاني إدارة الزمالك تتكلم مع عواد ومع وكيل عواد وبدأ يبقى فيه تقارب في وجهات النظر واللي أنا عرفته قبل ما خش الحلقة على طول ان بدأ يبقى فيه اتفاق ان محمد عواد يجدد في نادي الزمالك تلت سنين السنة الاولى 9 مليون السنة التانية 10 مليون السنة التالتة 11 مليون لسه من شوية يعني الخبر ده جالي محمد عواد فيه تقارب مع إدارة تقارب وجهات النظر ويعني شبه خلاص ممكن يبقى فيه اتفاق خلال الساعات القادمة لتجديد محمد عواد لمدة 3 سنوات 9 مليون السنة الاولى 10 مليون السنة التانية 11 مليون السنة التالتة ده بالنسبة لمحمد عواد طيب موضوع بقى أشرف بن شرقي وزيزو فيه المشكلة الموضوعين مرتبطين ببعض شوية إدارة الزمالك ربط الموضوعين ببعض شوية وحقول لكم ليه أولا أشرف بن شرقي خلاص الزمالك اتفق معاه ورشيد أخوه زي ما قلتلكم قبل كده أتكلم مع كابتن حسين لبيب واتفقوا على الفلوس واتفقوا على كل حاجة إن أشرف بن شرقي حياخد مليون دولار في نادي الزمالك في الموس واتفقوا على كل حاجة وتمام يعني مفيش مشكلة وأشرف بن شرقي عنده عرضين عرضين من المغرب حتى ما عندوش عروض خارجية دلوقتي من الخليج خلاص عنده عرضين من المغرب واحد من نادي الوداد المغربي مقابل 400 ألف دولار واحد من نهضة بركان المغربي طال فيه في المغرب برضو والأرقام في الفلوس مش عالية فبالنسبة لأشرف بن شرقي أعلى عرض دلوقتي بالنسبة له هو عرض نادي الزمالك مليون دولار وبرضو يعني أشرف بن شرقي حقول ابن نادي الزمالك اللي كان موجود في نادي الزمالك وحقق بطولات وعمل مستوى فأشرف بن شرقي مستعد إنه هو ييجي القيارة خلاص حسب المكالمات اللي بينه وبين أخوه رشيد مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طب إيه القصة إدارة الزمالك مأخرة شوية رجليها في القصة دي ليه عشان زيزو لغاية دلوقتي العروض اللي كانت جاية لزيزو وقفت عرض العربي القطري ما عجبش إدارة الزمالك عرض نيوم السعودي برضو ما عجبش إدارة الزمالك بس زيزو عنده مشكلة مش زيزو اللي عنده مشكلة الزمالك اللي عنده مشكلة إيه هي المشكلة نزيزو عقده هيخلص السنة الجاية نقص له سنة في عقده وزيزو ما جدتش فزيزو يقدر يمشي في شهر يناير اللي جاي فريه يعني أو يوقع لأي نادي فريه اوكي فالزمالك مش عايز يسيب موضوع زيزو كده معلق عايز يخلص عايز يجدد لزيزو وعارض عليه مبالغ أنا قلتلكم من يومين ثلاثة لما كنا في الحلقة هنا قلتلكم ان عارض عليه أرقام روى أربعين وخمسين وزيزو والده عايز خمسين مليون في السنة بس زيزو برضو معزور وانا خليني حط نفسي مكان زيزو او انتوا تحطوا نفسكم مكان زيزو زيزو معروض عليه برا ثلاثة مليون دولار في السنة يعني مية وخمسين مليون جنيه في السنة وهو برضو الراجل برضو بيفكر وبعدين زيزو راجل عمل انجازات وعمل مستوى وعمل أداء وأهداف مع نادي الزمالك على مدار السنين فاتت بصراحة هايل أرقام خيالية مع نادي الزمالك الفترة أرقام في الأداء يعني وفي أرقامه كأهداف وأسسته ومستوى خلال الفترة اللي فاتت فالزمالك دلوقتي خايف يروح جايب أشرف بن شرقي بمليون دولار فازيزو يقول له لا تعال بقى طب الدنيا بقى انت بتجيب أشرف بن شرقي مليون دولار وانا نجمل فرقة مستخسر فيها مليون دولار طبعا عايزي اتنين مليون دولار فهي دين اللي أنا عرفته يعني كنت بتكلم مع أحد المسؤولين في نادي الزمالك هم عايزين أشرف بن شرقي الزمالكوي أو إدارة الزمالك أو جماهير الزمالك عايزين أشرف بن شرقي وعايزين يجدده لزيزو إن زيزو الفلوس اللي حتيجي فيه أي نادي عايزي اشتري زيزو هيقول لك إيه نادي خارجي يعني عايزي اشتري زيزو يقول لك إيه طبعا أنا أصبر ست شهور واختب بلاش بدل مدفع للزمالك دلوقتي تمانية تسعة مليون دولار الزمالك عايز 8-9 مليون دولار وزيزو نقص له سلاف عقده فأنا أصبر وبعدين ما أدفعش للزمالك وأدفع لزيزو رقم قوي في هدي القصة فالزمالك طبعا عايز يجدد لزيزو إن زيزو لعيب مهم جدا هو السوبرمان في نادي الزمالك وهو أهم اللعيب في نادي الزمالك وهو اللعيب الجماهير اللي جامير بتحبه في نادي الزمالك فإدارة الزمالك خايفة تروح تمضي أشرف بن شرخي وبعدين لما يعودوا مع زيزو والده فزيزو حيقول لهم طبعما أنتوا جايبين أشرف بن شرخي مليون دولار مستخصرين أنا نجم الفرقة ومستخصرين فيها 2 مليون دولار طبعا عايز 2 مليون دولار فهي دي القصة يعني في ملفين حساسين في نادي الزمالك هم عايزين يجددوا لزيزو يعني الأولوية دلوقتي التجديد لزيزو فعلا أنا بحكي لكم التفاصيل بقى من جوة يعني بقول لكم التفاصيل اللي بتحصل بين إدارة الزمالك ولسه في جلسة هتحصل ما بين زيزو والده اللي هو يعتبر وكيله يعني وكيل زيزو وكيل أعمال زيزو اللي هو والده مع إدارة الزمالك عشان يقدروا يفكروا هيعملوا إيه السنة اللي جاية هل هيجددوا لزيزو إدارة الزمالك عايزة تجدد لزيزو لكن زيزو كمان بيفكر فيه العروض الخارجية وممكن زيزو يقول لهم لا خلاص أنا مش هجدد انا هلعب السنة دي في نادي الزمالك وبعد كده بقى حمشي فري يا اما اعملولي عقدة قوي ادوني بقى رقم جامد ما انا نجمل فرق فهو دي بقى القصة اللي مخليها الزمالك ايه مخلص من عشب بنشاركي كل حاجة لكن الخطوة الاخيرة بتاعت التعاقد لسه لسه ما تمتش طيب